أسائل خير إزايكم عاملين إيه وحشتوني وحشتوني النهاردة هخدكم مكان أغرب مكان ممكن تروحوا في مصر مكان في سحر مكان أنا رأيي أنه هو من أفضل وأهل الأماكن اللي ممكن تروحها في العالم الطبيعة بتتكلم عن نفسها فيها أنا هنا ركبت مركب وروحت المكان ده المكان ده موجود في محافظة كفر الشيخ اسمه غريب اسم المكان نفسه غريب جدا فيه ناس كتيرا ما يعرفوش المكان دوت المكان ده هو اسمه الشخلوبة اسم غريب جدا جدا للمكان وأنا مش عارفة لأيه اسمت الشخلوبة بس أعتقد أنها جاية من شخشخة الهوى اللي بتمر فيها لأنها زي ما انتم شايفين كده عبارة عن جزيرة أو بيت في قصة المية بتحويت المية من كل الجوانب بس مجرد بيت وحوالي النخل وبحيرة البورولوس طبعا الأعمق بتاعتها متفاوت يعني فيه حاجات نص متر زي شايفين هنا أنا استغربت جدا إن فيه جموس واقف كده في البحيرة بيكون معرفش ده وصل إزاي هنا هو موجود فين هو طبعا موجود جوا الشخلوبة يعني أنا لما نزلت على الشخلوبة لقيت الأثار بتاعته فهو تقريبا عايش عليها طبعا محافظة كفر الشيخة أو الشخلوبة عموما من القرى المصرية اللي ما تعرفش يعني إيه بطالة يعني إيه إحنا ندور على شغل لأ دي كل أهلها بيشتغلوا في مهند السيد من أصغر حد لأكبر حد بيستطلوا السمك من من البحيرة ومن البحر كمان إن النحية التانية في بحر وبيبيعوا السمك ده يوميا للتجار والشخلوبة دي كانت تقريبا زمان كده كانوا بيبيع فيها السمكتها زمان سوق السمك وكانوا الصيادين اللي هم التجار بيجبوا المراكب ياخدوا السمك من الشخلوبة من الأماكن اللي هي البيوتوب اللي على الجزر دي بس بعد كده طبعا نبتدوا يستخدموها للاسترخاء بس وابتدوا إن هم يعملوا سوق سمك أو حلقة سمك عندهم هناك في الشخلوبة إيه بقى اللي شهر الشخلوبة وخلها لها شهرها كده بالطريقة دي في سنة 2017 فازت صورة صورها مصور مصري اسمه عادل بيومي لمنزل كده وحيد في بحيرة هادية بتحيط الأشجار والمنزل ده داخل بحيرة البرولوس والمسابقة دي كانت مسابقة ويكي تهوى الأرض المسابقة دي كانت تبعة لمواصورة توكيبادية على مستوى مصر بعدها على طول السورة دي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للمنزل المهجول دوت وابتدت تصير بقى فضول واهتمام المصورين المصريين والناس اللي بياهوا الكلام دوت وفي مصور مصري اسمه أحمد عبد التواب راح بقى للقرية عشان يستكشف المنزل ده على الجزيرة الصغيرة اللي في بحيرة البرولوس دي وبعدها على طول ابتدى ينشر الصورة ووضح على قناة CNN انه هو قرر يزور الشخلوبة عشان يوسق المنازل الغريبة دي واكتشف هناك سبب وجودها طبعا وازاي ان هي موجودة وليه موجودة بالطريقة دي وايه الطبيعة اللي خلت المنازل دي موجودة بالشكل دوت اللي روح هناك وشاف الشخلوبة فعلا هيستغرب جدا لان الجمال يعني عدى الحدود الحقيقة يعني منظر جميل جدا جدا وغريب في نفس الوقت ان يبقى منزل واحده كده على جزيرة صغننة على قد المنزل يدوب بأرض شوية أرضة حواليه وشوية أشجار بالطريقة دي يعني ايه الطبيعة اللي خلت مكان يبقى موجود بالشكل ده وعلى فكرة هو هناك انا شفت اتنين اتنين شخلوبة يعني اتنين بيتين بالمنزر دوت هما جنب بعض يعني قريبين من بعض طبعا ها قعدنا اللفة حواليهم بالمركب بالطريقة دي الحقيقة المنزر ساحر الشجر مع الهوى وسط الميا والبحيرة والمنزر دوت والبحيرة كده هادية بطيار اللي بقى موجود في المكان ده لازم يطلع فنان او شعر طبعا البحيرة كلها منتشر فيها المراكب اللي بالشكل ده اللي هي الطويلة ديت بصوا بقى صغيرين كبار كله بيسوق المراكب ديت بحيرة البرولوس من قدم البحارات المصرية هي مساحتها تقريبا حوالي 575 كيلو متر بس هي طبعا المساحة بتاعتها قلت عشان فيه تعاديات كتير حصلت عليها والبحيرة بيربطها بالبحر المتوسط فتحة ديئة هي اللي هي بوغاز البرولوس اللي بيفصلها عن الكزبان الرملية والكزبان الرملية دي السودة دي بعد كده بقى ملوك عليها فيديو لاني روحتي هناك طبعا الدولة بتادي تستخدم الكزبان الرملية او اللي مال السودة بعد الصناعات الحديثة الناحية التانية بتتصل البحيرة بنار النيك من خلال فتحة كده قناة اسمها قناة البريمبال اول مرة اسمع عن اسم ده بحيرة البرولوس من اكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة هي تقريبا من حيث المساحة التاني اكبر البحيرات كمان بحيرة البرولوس بتستقبل الطيور البرية المهاجرة فعشان كده الحكومة اعلنتها محمية طبيعية سنة 1998 هنا كده احنا روحنا مكان قريب من الشخلوبة جوه برضو البحيرة بصوا كله بقى مراكب وبيوت الصيادين والمراكب البوت الطويلة ديت والشبك كل المراكب دي معظمها بتمشي بالمكانة اللي هي بيحاول يشغلها العامل دوت او الصياد شايفين او بتمشي بالعصايا اللي هي العصايا الطويلة هي قد بقى شمال ويمين ايو العصايا زي اللي مسكها دي كده وبحيرة البرولوس فيها تقريبا تحوالي 28 جزيرة على مسافات وفي جزيرة هناك كبيرة انا مش فاكرة في صراحة اسمعها ايه لكن اتحكى عنها يعني ان الجزيرة ديت غير قابلة للسكن وان اللي بيسكن فيها فيها جن وفيها طبعا فيه طبعا خزعبالات وكلام تخريف كتير في الموضوع دوت وللاسف بحيرة البرولوس بتعاني من مشاكل كتير جدا منها مشكلة الدكافف والتلوس والسيد المخالف وسيد الزريعة وعشان المشاكل كلها دي تتحل لازم طبعا مقاومة التلوس ومنع الصرف الصحي والصناعي اللي بالفعل طبعا بيصب فيها للأسف حاليا البحيرة بتشهد من الدولة حملات عشان ازالة التعديات وازالة الورد النيل طبعا والحشائش والمحافظة على البحيرة بحيث انها ترجع تاني لصابق عهده طبعا مهما قلتلكوا على جمال الطبيعة هناك والمنظر مش هقدر اوصفلكوا ولا الصور هتقدر توصلكوا زي ما انتو هناك وتشوفوا عاملة ازاي لما احنا بتبقى سايق عالطريق بره بتشوف طبعا الشراعات بتاعت الملاكب دي كده بس لكن الحلاوة بقى بتاعت المكان لما بتنزل جوه المكان وتنزل جوه البحيرة بمركب واحنا ركبنا مركب ليه دورين ديه مركب مؤمنة يعني احد ما وا اعتقد في دلوقتي رحلات كتيره مصر او الناس би شركات السياحة بتطلع رحلات اليوم الواحد الي هناك هتتبستوا لو طلعتو الشخلبة فعلا مثgetsجوهرة مطفونة في بحيرة البورولوس. لازم القرية ولازم الشخلوبة دي تكون على خريطة السياعة العالمية. عشان طبعتها وعشان تفردها. وهي فعلا تستاهل كده. يعني بتغيري المكان ده لو في مكان في دولة برا بتغيري انه هياخد اهتمام سياحي اكبر من كده. ومن ضمن محاولة الاهتمام بمدينة البورولوس. الفنان عبدالوهاب ابتدى يعمل ملتقة للرسم على الجدران. بحيث ان هو يزين البيوت ويزين الاماكن اللي هي مطلة على بحيرة البورولوس. فبالتالي ابتدى يعمل ملتقة ويجيب فيه فنانين عالميين من كل انحاء العالم ترسم على الجدران بالشكل دوت ده طبعا من الملتقات السابقة. اخر ملتقة كان في نوفمبر اللي فات. والملتقة ده بقى له تسع سنين. طبعا وجود الفنانين دول والرسمات بالطريقة دية خلت الناس نفسها بقت تحب الفن وتحب كل حاجة جميلة. طبعا الفن يعني بيرتقي بالامم وبالدنيا وزي ما احنا شايفين رسومات جميلة جدا. انت تلف في المكان كله تلاقي كله مرسوم. هنا الاطفال القرية الجامعة حوليها كانوا بصراحة لطاف جدا وكلهم عايزين تصوروا وفاهمين يعني ايه فن وفاهمين يعني ايه ميديا. حلوين. بحيرة البولولوس عموما فيها بعض التلالة الاسرية. اللي ممكن نشوفها زي قوم الاخدر وقوم سنجار وقوم الدخلة وقوم الاحمر. ولو نتكلم عن الشخلوبة تاني نقول للشخلوبة. عمرها حوالي مية وخمسين سنة. واعتقد كده ان اسم الشخلوبة ده فيه سمك هناك اسمه الشخلوب. فاعتقد اخدت الاسم ده وتشايفين الطبيعة الجميلة عاملة ازاي. بعض الناس اطلقوا عليها فينيسيا مصر. جمال الطبيعة والهدوء. مفيش ضوضاء ولا زحام. بتفصل من كل الدنيا وانت هناك. تستكشف الطبيعة وجمالها. والحقيقة مفيش احسن من صنع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا وانت هناك بقى بتصور احلى صور ممكن تطلقت. يعني صور عالمية. لو في مهربان للصور وتحطت الصور بتاعت اي صور تلقطها في بحرة البولولوس اكيد هتفوز بمركز اول. من جمال الطبيعة والمنظر هناك. مصر فيها اماكن كتيرة جميلة قوي. واماكن كتيرة غير معلنة عنها. يعني مش واقدة حقها في الاحنا نعمل فوكس عليها ونتكلم عنها ونتكلم على جمالها. من الاماكن دي طبعا البرولوس عموما. احنا هنا كده ماشيين بالمركب. وكان ابتدى بقى واحد الوقت الغروب. بسو الجمال. طبعا طول ما انت ماشي بقى كده بتلاقي بعض الاعشاب. وحطة ارض هنا زغنانة. حطة زغنانة. يعني بتبقى ماشي كده. شايفين ده برضو بيت برضو في الواسط برضو. بس ده بيت مبني كده. اه من البيوت. بس دي كده. دي برضو في قرية الشخلوبة يعني. بس ده بيت كده عايش فيه ناس. قد ايه الجمال هناك والطبيعة. يعني مهما اتكلمت معاكم مش هقول لكم قد ايه انا اتبسط. وقد ايه المنظر هناك جميل. وقد ايه انت فعلا بتفصل عن كل الدنيا وبتنسى. بتنسى كل حاجة وراك. بتركز بس ان ازاي المكان دي بقى موجود في مصر. وازاي يبقى فيه الجمال ده كله. واحنا حبسين نفسنا في في المدن والتلاوس وكده. مش بقول نعيش هناك. لكن بقول نروح نبص ونشوف الجمال ده كله. قد ايه فعلا مصر جميلة قوي. اتمنى ان انت تكونوا واتبسطتوا بالفيديو. شفتوا حاجة جديدة معي انا اتبسطت بها. انا لما بعرض لكم حاجة باعرض حاجة تمسيني. او حاجة اثرت في انا اتبسطت بها. حاجة مش عايز اعرض حاجة زاعدتني. عايز اعرض بس كل اللي يبسطني. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. وتسبعوا على خير.